دلوقتي هم سيب حضرتكم مع مجز الأهم وآخر العنباء مع لمية تفضلية لمية التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد بكتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال كلمة له دع الرئيس السيسي أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره كما دع الرئيس السيسي الشعب المصري لأن يتحلى بروح الوحدة والوطنية وأن لا يستمع لمن هم في غير موضع المسئولية وأضف الرئيس السيسي أنه يتابع قلق الشعب المصري وخوفه مؤكدا حرص الدولة على تخطي تأثيرات الأزمة التي يشهدها العالم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن تلك المناسبات العطرة تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية ودع الرئيس السيسي في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرسها سيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان هنأت أسيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقالت أسيد انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي كل عام والشعب المصري بخير وسلام وأمان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ودائما معا على أرض المحبة تلك القيمة العظمى في رسالة السيد المسيح عليه السلام فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي وذلك في الجولة الخامسة عشر من التصويت وجاء فوز مكارثي بالبالغ من العمر سبعة وخمسين عاما بتصويت مائتين وستة عشر نائبا مقابل مائتين وأحد عشر من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مكارثي بالفوز بالمنصب الجديد مطالبا إياه بالحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين وأعرب بايدن عن استعداده للتعاون مع الجمهورين وأنهى فوز مكارثي أزمة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ مائة وستين عاما في الهيئة التشريعية الأمريكية أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية أمريكية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من العملية العسكرية الروسية وأوضح بلينكين أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوزر ذاتية الدفع ونقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جوء وذخيرة تن ومواد أخرى لدعمها من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير أن الحزمة استخدمت أكبر حصة من سلطة السحب الرئاسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وستسمح هذه السلطة للولايات المتحدة بنقل مواد دفاعية مثل عربات هانفي وشاحنات وذخائر من المغزونات بسرعة دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة طريقة قالت الرئاسة في مالي أن الحكومة الانتقالية أصدرت عفوا عن 49 جنديا من كوتيفوار تم اعتقالهم في يوليو الماضي واتهمهم بالتآمر ضد حكومة مالي وقال متحدث باسم الحكومة في مالي أن الرئيس الانتقالي أسمي جويتا أصدر عفوا وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جنديا من كوتيفوار مشيرا إلى أن هذه البادرة تظهر التزام الرئيس الانتقالي بالسلام والحوار والوحدة الإفريقية أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الصين سجلت ثلاثة وفيات جديدة بفيروس كرونا مقارنة مع خمسة وفيات في اليوم السابق وقال المركز أن الحصيلة الرسمية لعدد حالات الوفاة جراء الفيروس ارتفعت إلى 5267 وفاة وتسعى الصين لتقليل احتمالية حدوث تفشي جديد واسع عن الطاق الكرونا خلال ذروة موسم السفر لقضاء عطلة العام القمري الصيني الجديد هذا الشهر بعد انتهاء معظم تدابير إجراء احتواء الجائحة نهاية مجزء التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات طباح الخير يا مصر بعد الفصل